ينتظر الكثيرون كل عام موسم السمك الجوابي أو الشبار المبطرخ الذي يظل الوجبة المفضلة لهم خاصة لأهالي ضمياط تشتهر مدينة السيرو بمحافظة ضمياط بتصنيع الجوابي والجوبية لها عدة أعين تدخل منها السمكة ولكن عندما تحاول الخروج منها لا تستطيع ومعظم البيوت يتم فيها هذه الصناعة ويعمل فيها الرجال والنساء جنبا إلى جنب شبار الجوابي اسم مشهور في قرى ومدن ضمياط يشير إلى سمك الشبار الذي يتم استياده بالجوبية التي يتم وضعها في المياه من الصباح حتى صباح يوم التالي شبار الجومية يتطلب في ضمياط غير يأكله غير السمك الغازل ومطلوب في ضمياط وموزيات أما يكون مبطرخ وفيه يجيب بوري ويجيب طمار وعصفر في يأخذ دة وفي يأخذ دار الأغلىية الشبار الصغير لأننا تعيشون كل هنا ليس إذن شبار surge وشهرت مدينة السر بمحافظة دمياط بتصنيع الجوابي والجوبية عبارة عن مصيضة لها عدة أعين تدخل منها السمكة ولكنها عندما تحاول الخروج لا تستطيع فمعظم البيوت يتم فيها هذه الصناعة يعمل فيها الرجال والنساء جنبا إلى جنبه وتميزت مدينة السر بصناعة الجواب الملونة التي تصلح لجميع حالات المياه الطينية أو الصافية لكي تراها الأسماك والقشريات التي تعيش في مياه نهر النيل العذبة أنا شغال في المينة ديتي من زمان ورصة أبا عن جد المينة ديتي فتح بيوت ناس كتير في البلد مثلا بنصنعها هنا في البلد منود للناس عندنا مثلا أكتر الناس الحريم في بيوتهم بيشتغلوا المهنة دي فتحين بيوتهم رزق يعني هي بقى أنواع فيها منها حرير جواب حرير وفيها جواب نيلون شعر ففيها كم نوع من هذه الصنع يعني كل الضميطة أكيد بيحبوا الشبار الجوابي لأنه كلنات ربنا على أصلا أحنا كل الضميطة يعني عرف السمك اللي هو بيطلع من المياه أحنا تعودنا على السمك ولتناول سمك الشبار تقص لا يتغير يبدأ من الشواء في فرن بلدي ثم تمليحه وعصر الليمون عليه وتقديمه بجوار الأرز الأبيض والسلطات دوما ما يتحدث أهالي دمياط عن شبار الجوابي بكل فخرة فهو من الوجبات الأساسية في البيت الدمياطي تتناوله كل الأجيال برغم صغر حجمه خاصة شبار الموسم الذي يبدأ في شهر مارس حتى أواخر مايو ومن منتصف سبتمبر حتى بداية فصل الشتاء